السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالوا كده ما نشوف هنتعامل مع الزمانين دول ازاي بشكل يعني بسيط اللي عايز بس يستوعب ويفهم ونشوف مع بعض طيب انا عندنا الافعال زي ما بناخد في سلسلة بنصنف الافعال لون تو ثري وان ده الشكل الاول للفعل تو الشكل التاني ثري الشكل التالت انا هنا عملت هايلايت على وان ان تو هنا وان ان تو ومع وان حاطت تو ساونز اللي هي سز هنعرف سببهم دلوقت وشرحنا مع ريجولر فربس ال اي دي امتى انتجها تي في حلقة سابقة طيب نشوف كده مع بعض ايه قصة وان تو ثري وليه انا بصنف الافعال لون تو ثري طيب نشوف في عندنا هنتعامل النهاردة مع فرب تو دو اللي هو لوب او اساس الاسمبل present or present simple and simple past ونشوف سبب التسميعي طيب في عندنا play هنتعامل مع one regular one irregular play played played وفي عندنا write wrote written طيب نشوف كده present وهنكتب هنا عيلة simple طبعا بزي ما قلنا اسمها لا يدول على مضمونها تماما وفي عندنا past simple يبقى هنا present simple and past simple نتكلمنا احنا عن one مع present simple يعني present simple هو عبارة عن الشكل الاول للفعل اللي هو ده تمام هنعرف سبب كتابة التو ساونز دول لما نكمل مع الضمائر اللي هو subject verb agreement ونشوف طيب present simple هنقول تصريف اول للفعل طب تصريف اول للفعل جميل وبعدين نشوف كده التصنيف الفعل مع الفعل اللي هارفين الجملة في الانجليزي بتبدأ دايما بالإيه؟ بالفعل لان تبعية الفعل في غالب الأحيان بتتبع لإيه؟ الفعل طيب هنصنف الضمائر كده لتو جروبس وهنقول I, we, you, they بيجي معهم الفعل blank base form اللي هو number one جميل خالص مع I, we, you, they there is no addition فيش أي إضافة نهائيا طب مع he, she, it آه هنا باجا الكلام نرجع تاني للسوطين اللي فوق طالما الفعل في الشكل الأولي form number one هتلاقي دايما مصاحب للفعل s, z نحفظها كده s, z الصوتين دول he, she, it writes he, she, it plays يبجي هنا السبب أن أنا أضفت على الشكل الأولاني للفعل ناخد بالنا للشكل الأولاني ده هو المضارع البسيط اللي هو present simple or simple present الشكل التاني ده simple past or past simple تمام هنعرف سبب إشكالية الزمنين دول في إن auxiliary verb اللي هو do, does بيبقى مستخبي في الفعل الأساسي يعني أنا ليه أنا ديب do, does, did هنعرف دلوقت لما ناخد question or negative وهنشوف هنعمل لهم extraction إزاي هنعمل لهم استخلاص كده من الفعل بشكل بسيط ددا طيب يبقى هنا عندنا do, does مع present simple did مع past simple ولما ديب do, does, did بشكل طبيعي أرجع الفعل لرقم واحد نكمل بس ونشوف I, we, you, they, he, she, it طبعا هنا مع past simple all the pronouns أي فعل سواء كان I, we, you, they, he, she, it يدي مع الشكل الثاني لا إضافة ولا محب خلاص هو الشكل الثاني أقول he wrote, they wrote she played, we played ما فيش أي ضع there is no subject verb agreement ما فيش أي علاقة ما بين الفعل والفعل هذا الفعل هو كل الأفعال معروض كل الأفعال معاهي played بس الاستثناء ده فوق احنا جلنا معاهي شيئة لو الشكل الأولاني للفعل أنتج الصوتين rights plays طيب شوف كده ندعم الكلام بتاعنا بمثال ونشوف they play tennis طب أنا لو حبيت أعمل الجملة دي كده negative they play tennis أرجع للشكل اللي فوق واخدوه does طبعا لو هنا أضفت نوت مع الاثنين فهي نفي معدد أضفت نوت فهي نفي negative طب they play tennis احنا جلنا مع play في الشكل الأولاني ده بدون أي إضافات مع I, we, you, they فلما أقول they play tennis لما أجل عمل لها negative أقول don't play ورجع الفعل لرقم واحد أهو يعني لو حتى في اتنين أو عليه S أو في الصوتين لو في الشكل التاني أو سمعت في صوتين س أول ما جيب do does أو don't doesn't أرجع الفعل أو أحزف الصوتين وحط do and does or don't أو doesn't طيب she writes a report she writes a report يبقى لو حبيت أعمل نيجاتف أقول she doesn't write a report طبعا هنا doesn't طلعنا فيها الصوت اللي z فبحث في الاس من الفعل she doesn't write a report يبقى صعوبة الفعل إن don't doesn't didn't أصلا مش مولودها في الفعل مش بينا فيه زي am is or was where أو have has had زي ما في بخي الأزمنة المستمرة أو الأزمنة التامة تمام يبقى هنا أعمل سؤال أقول do they play tennis do what do they play tennis ألي سؤال حبيت أعمل نيجاتف أقول they don't play tennis نشوف المثال التاني she writes a report she doesn't write a report وزي ما قلنا doesn't يتعامل فيها إيه يتحذف معها الصوت س نحذف صوت الس وصوت الز من الفعل لأنها سعدنا عنها بإيه doesn't أو does لو هي في السؤال أقول does she ومنتج الاس نهائيا أحذفها does she write ما قل she writes تاني أبدا أقول does she write لو حبيت أتكلم عن القاعدة بشكل أعام وفصل شوية do they play tennis أسأل بdo مع I we you they do they play tennis وردع play لرقم واحد عشان برضو ما تغيبش الفكرة دي عند مغنى مع do does did أرجع الفعل blank paste formula شكل أول بدون أي إضافات مع do does did لا لا ed ولا تصريف ثاني ولا s ولا es ولا الصوتين سهزة نهائيا do they play tennis يب الإجابة عندنا yes they do لو الإجابة affirmative أو رح أحب أكمل complete answer away from this short answer سأقول yes they play tennis طيب no they don't سأل تبدو هتلاقي الإجابة فيها do سأل تبدو هتلاقي الإجابة فيها don't مع no معها not no not does she write a report yes she does no she doesn't يبقى no doesn't no don't yes do yes does سألنا بdoes هتلاقي الإجابة برضى فيها does وزي ما قلنا حزفنا الاس هنا ليه عشان ديبنا does does she write a report لو رجعنا للمثال الأولاني بنقول she writes a report does دي جات من هي دي مشكلة الفعل في زمن المضارع أو الماضي البسيط إن الأجزال الرب الفعل المساعد اللي هو بسأل بي السؤال وبعمل بي نفي تمام it's hidden in the main verb مستخبي أو طب لو حبيت أعمل دول negative أقول I or he أنا حبيت أجيب ضمير من الجروب الأولاني وضمير من الجروب الثاني عشان أقول لك there is no subject verb agreement يعني didn't مع كل الضمائر لا في فرق بين he she it ول we you they I مفيش فرق نهائيا طيب أحب أعمل negative أقول I didn't play tennis he didn't write a letter لغاية كده الكلام جميل يبا هنا لما جبنا didn't رجعنا الشكل ده اللي played و wrote ل number one اللي أنا كاتب ها فوق في أول الصفحة ده السبب أن أنا عامل تقسيم one two يعني لو did في do أرجع كل التصريفات أمحي كل الإضافات اللي عليها سوى s z أو تصريف تاني ورجعها لرقم واحد مع الزمنين مع المضارع والماضي طيب لو حبيت أعمل question أقول did he play tennis أقول did مع جميع الضمائر لو حبيت أعمل negative أسأل did وبعدها كل الضمائر all the subject pronouns وبعد كده number one أرجع الفعل في صياغته من صياغته التانية أرجع ورسيغ للشكل الأولاني اللي هو the first form وبعد كده question mark مثال did you play tennis yes I did no I didn't طبعا هنا سيب ده blank كده كل الضمائر هنا تمام ما فيش فرق بين الجروب الأولاني والجروب التاني did they write letters yes they did no they didn't ده بالنسبة للإيه they negative شوف كده some more examples طيب speak spoke spoken علمنا هنا برضو على speak و spoke وتركنا التالت ده مع perfect tenses مش موضوع نادي الوقت he speaks english does he speak english i speak english do you speak english i or he spoke جبنا فاعل من المجموعة الأولى وفاعل من المجموعة التانية مع spoke وجلنا من التصريف التاني ما فيش اتساق ما بين الفاعل والفاعل كل الضمائر كل ما يطلق عليه فاعل يدي مع spoke ما فيش فرق بين هي شئة ولا باقي الضمائر وهنا الإجابة طبعا yes did or no didn't في عندنا بعض الأفعال هنا ناخد بالنا منها كويس one two لو تصريف الأول تصريف التاني دول يعني it's a home assignment نحاول نشتغل عليهم كده مع جمل تكون في نفس السياق أو باستخدام الأفعال دي buy boat sell sold sleep slept eat ate drink drank swim swam look looked تاني buy boat sell sold sleep slept eat ate drink drank swim swam look looked طبعا مع الأول buy buy لو مع he she it أقولها اتباعا كده he she it buys sells sleeps eats drinks swims looks ده طبعا لو الفعلي he she it طبعا طبعا الفعل I we you they buy buy sell sleep eat drink swim look وأي object يتمشى مع السيارة مع boat sold slipped ate drank swam looked there is no subject verb agreement هات لي أي subject أي ضمير من الضمائر المولودة تمشي مع boat مع sold مع slipped مع ate مع drank مع swam مع looked ومع مراعاة إننا لو حطيت هنا did في السؤال أو didn't في النفي اتنين ده اللي هو number two ده يتحول لnumber one طالما did ذكرت طالما didn't ذكرت طالما did ذكرت أو didn't did في السؤال didn't سواء كان نفي أو سؤال من في أحول اتنين ده اللي هو number two أحولها number a one يعني مثلا أقول لك didn't look didn't swim didn't drink didn't eat didn't sleep didn't sell didn't buy did buy did sell did sleep did eat did drink did swim did look بكده يكون شرح الزمنين في يعني in a nutshell في عجلة سريعة كده وشوفكم إن شاء الله عز وجل في باقي الأزمنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته